ثم إن هذه الفرحة توج بأن نخرج عبادة أن نتعبد ربنا بإخراج زكاة الفطر إن لم نكن قد أخرجناها قبل ذلك وفي هذا العام كانت الفتوى على أن زكاة الفطر يجوز أن نخرجها من أول يوم في رمضان وهي كذلك ويتحبز هذا الجواز في هذا الظرف الاستثناء الذي نمر به فمن لم يخرج زكاة الفطر فليخرجها في هذه الأيام وقبل صلاة العيد قبل صلاة العيد التي يمكن أن نصليها في بيوتنا إلا إذا أذن ربنا سبحانه وتعالى وأزال ورأت الدولة أن هذه المفاسد التي تترتب على الاجتماع قد زالت فنحن مع هذه التعليمات التي تصدرها المؤسسات المختلفة نحن رهن لذلك لأن المصلحة في ذلك أخرج زكاة فطرك أخرجها بما يناسب الفقير وإخراج القيمة الآن نقودا هو ما يناسب حال الفقراء والمساكين هو ما يؤدي إلى إغناء الفقراء والمساكين في هذا اليوم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فرض زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائمين علل بأن هذه الفريضة إنما كانت لإغناء الفقراء والمساكين في هذا اليوم فكل ما يؤدي إلى إغنائهم وفق تطور العصور إنما يكون كذلك ولذلك نرى بأن القيمة الآن النقود هي الأولى في الإخراج في إخراج زكاة الفطر لأنها هي الأوفق بالنسبة للمزكي والأيسر بالنسبة له والأوفق والأحسن بالنسبة للفقير والمسكين لأن الإغناء لا يتحقق إلا بذلك لا يغنيه أبدا أن تعطيه جزءا من الحبوب ولا يغنيه في بعض المناطق أن تعطيه نقود فكن على حسب المكان الذي أنت فيه غالب مجتمعنا إنما يحتاج إلى إخراج القيمة في هذا الزمان وإن كان بعض الأماكن ما زال يمكن أن تخرج فيه الحبوب لا تتمسك برأي فقهي يؤدي إلى عكس مقصود الشرع الشريف التمسك بإخراج الحبوب وجعل إخراج القيمة إنما هو في محل الخطأ المحض هذا تجنن على خلاف العلماء هذا تجنن على الاجتهاد هذه جناية على واقع العصر ترجمة نانسي قنقر